رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقسل قضيبية صباح اليوم وعقب الجلسة أتلى سعدت الدكتور ياسر بنيس الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بنيسة الخليفة عهل البلاد المفدة مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة وفخامة رئيس رودريغو اندويتري رئيس جمهورية الفلبين الصديقة منوها سموه بأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي وقعت خلال زيارات رؤساء هذه الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين وانعكاساتها الإيجابية على صعيد توسيع نطاق العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات المختلفة وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ فخره واعتزازه بتوالي التقدير والتكريم الذي يحظى به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية احتراما واعترافا بدور سموه في المجال التنموي في هذا الصدد رفع سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب ورئيس مجلس الوزراء نيابة عن المجلس التهاني إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه شهادة الدكتوراء الفخرية من جامعة القدس المفتوحة تقديرا لمواقف سموه الإنسانية والتنموية وإقرارا بإسهاماته تجاه أمته العربية والإسلامية ودعمه للشعب الفلسطيني كما هنأ سموه بما أضافته حفيدة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ عائشة بن تراشد الخليفة إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية بقدرتها على العمل والانخراط في مختلف المجالات بتخرجها كأول بحرينية من كونية ساندهيرست العسكرية في هذا الصدد عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز والفخر للمشاعر الطيبة التي أبدها المسؤولون والمواطنون تجاه تكريم سموه وتخرج حفيدته معتبرا سموه أن هذا التكريم وسام شرف على ما قامت به مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يسى الخليفة أهل البلاد المفدة من إنجازات تنموية ودعم لقضايا الشعب العربي وما تحقق على صعيد تمكين المرأة البحرينية بعدها حاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بالمباحثات التي أجرها سموه مع دولة السيدة تيريزا مي رئيسة وزراء المملكة المتحدة حيث رحب المجلس بما تم في هذا اللقاء وبأهمية على صعيد دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البحريني البريطاني المشترك بعد ذلك أشاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققته سباقات الفورميلوان إعدادا وتنظيما وبأثارها الإيجابية رياضيا وسياحيا وأثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في دقة الإعداد وجودة التنظيم واستقطاب هذه الفعالية الرياضية العالمية وما تشكله الفعاليات المصاحبة لها من أهمية رياضية وسياحية وتجارية إضافة إلى الصدى العالمي لقدرات مملكة البحرين على تنظيم واحتضان كبريات المسابقات الدولية من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع حلول جوهرية بشكل حاسم وحازم إداريا لكل ما يؤثر على سيل الخدمات في المرافق الصحية تضمن الحماية للموظف العام أثناء ممارسته لمهنته من أجل الحفاظ على المستوى الجيد للخدمات الطبية المقدمة بالمراكز الصحية والمستشفيات ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يليه ترجمة نانسي قنقر أولاً وافق مجلس الوزراء على توقيع مملكة البحرين على مذكرة التفاهم بين وزرات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف بحسب التوصية المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ثانياً وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى خمس اتفاقيات ومعاهدات دولية ذات الصلة بالفضاء والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها معاهدة الفضاء الخارجي واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى ثالثاً وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى عضوية البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد الاتلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رابعاً بحث مجلس الوزراء برنامجاً تنفيذياً بين المجلس الأعلى للبيئة والجهات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تضمنته المذكر المرفوع بهذا الشأن من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية خامساً وفق مجلس الوزراء على التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند الصديقة الأولى بشأن التعاون في المجالات الشبابية والرياضية والثانية تتعلق بمجال التعاون التربوي أما الثالثة فهي بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة الأميرة الأمير سنونكلا التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية وذلك بعد استكمال دراسة جوانبها القانونية في اللجنة الوزرية للشؤون القانونية سادساً حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية تقرير المرفوع من اللجنة الوطنية بشأن حضر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ويتعلق التقرير بمتابعة التزامات مملكة البحرين تجاه اتفاقيات ومعهدات أسلحة الدمار الشامل والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية سابعاً وفق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء ثامناً تابع مجلس الوزراء المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بهدف توفير بنية تحتية ذات معايير الجودة العالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبي لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية في قطاع الطرق والمباني والصرف الصحي من خلال 43 مناقصة تم طرحها وترسيتها في الربع الأول من عام 2017 وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني تاسعاً وفق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة سيرمقاس التولية بماليزيا وذلك بعد ملاجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزرية للشؤون القانونية عاشراً أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانون تمت سياغاتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب واشفعهما المجلس بمذكرة برأي الحكومة حولهما الأول بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والثاني بشأن التأمين الصحي